دانا الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبدالطيف الزيان اليوم استهدف جماعة أنصر الله وحزب المؤتمر الشعبي العام مكة المكرمة بصاروخ باليستي وقال الزيان في بان صحفي أن دول المجلس تعتبر هذا الاعتداء الغشم الذي ضرب بعرض الحائط حرمة هذا البلد مهبط الوحي وقبلة مليار ونصف مسلمين حول العالم استفزازا لمشاعر المسلمين واستخفافا بالمقدسات الإسلامية وحرمتها وأضف أن هذا الاعتداء دليل بارز على تجاوزات أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام ورفضه مال صياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته والمسع القائمة لتطبيق الهدنة والجهود الحتيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية